ثمانية أشخاص من سوريا يرفضون تقديم اللجوء بعد اعتقالهم في النمسا وعندي الخبر الثاني متعلق بشكل أوبار خربي النمسا ترفض 21 ألف لاجئ ومغادرة 1600 شخص طوعية في النصف الأول من عام 2024 ودول مجموعة أشخاص اتمسكوا على الحدود مع ساق أوكراني ومختلف الموضوع ان هما رفضوا ان هما يقدموا لجوء في النمسا يبدو ان هما كانوا قصدين دولة أخرى يعني يعني خلينا ناخد الخبر من أوله انه النمسا ترفض 21 ألف لاجئ و1600 بيغادروا طبعا من ضمن المرفوضين كان 30% تقريبا من السوريين من السوريين 30% اللي قدموا لجوء السوريين بدأوا يحصلوا على رفض يعني فعليا النمسا فعليا بدأت تتحقق الحلم اللي هي فعليا بلجوء صفر على ما يبدو هذا الشيء فعلا بدأت النمسا تصل له وزارة الداخلية حققت جزء كثير كبير من خلال القيود من خلال محاصرة اغلاق الحدود من خلال يعني عدم تقديم اللجوء ففعليا فبالتالي كانت النتيجة شو يا سيد الكريم كانت النتيجة سمع الأشخاص من سوريا يرفضون تقديم اللجوء فبالتالي اليوم النمسا بالخط العريض والواضح لم تعد بلد لجوء نقطة انتهى النمسا لم تعد بلد لجوء لا لسوري ولا لغيره فبالتالي اللاجئ اليوم مثل ما كان لما يوصل لهنجاريا أو بلغاريا أو أي دول متخلفة بشرق أوروبا يقول لن أنا ما بدي يضني عنكم لأنه أنتوا ما بتحترم حقوق الإنسان وما بتعطوا لجوء النمسا اليوم صارت بنفس هاي المعايير النمسا اليوم فعليا بدأت تتجاوز عن مأساة شعب لهو بسوريا وسابقا بالعراق أو نفس الوقت في فلسطين أنه النمسا لم تعد بلد لجوء يعني بالمختصر المفيد بعيدا عن التفاصيل الأخرى للي ما عنده قضية واضحة واضحة إن كان سوري تحديدا سوري إذا ما كان عنده قضية واضحة ما فيه أمل بحصوله على اللجوء في النمسا بيكون عنده قضية واضحة وإذا عنده ربع أو نصف قضية احتمالات الرفض واردة أو يحصل على حق مؤقت حق السنوية واللي هي فيها كتير مشاكل وما فيها الميزات الموجودة مثل الإقامة الدائمة فبالتالي اليوم كل اللاجئ يخطط يجي عن النمسا يضلو شادد ويتجه شمال غرب دولة أخرى شمال غرب والموجودين هنا سرعة الاندماج في المجتمع قبل أن يطولهم قرارات أخرى تعصفهم 100%